اشتركوا في القناة منوها في هذا الصدد بحرص جلالتي على دعم التطوير المستمر لقوة دفاع البحرين ورفض وحداتها بأحدث التقنيات بما يعزز كفاءتها لتحقيق الأهداف المنشودة بعدها أكد المجلس على همية مواصلة ترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة من أجل تعزيز النزاهة وحماية المال العام موجها كافة الجهات للتعاون المستمر مع دوان الرقابة المالية والإدارية بعدها قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشاريع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين وسلطانة عمال الشقيقة تستهدف دعم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ثانيا مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشاريع مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تتعلق بتعزيز أفاق التعاون بين البلدين ثالثا مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن رد الحكومة على خمسة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثم استعرض المجلس الموضوع التالي أولا مذكرة بشأن التحول الإلكتروني لخدمة إصدار وتجديد رخص مزاولي المهن العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري حيث سيسهم ذلك في خفض متوسط وقت تقديم الخدمة وتوفيرها على مدار الساعة بعدها أخذ المجلس علما من خلال تقرير سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية اشتركوا في القناة